بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وابيها وبعليها وبنيها والسر المستودع فيها والعنظالميها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والأنس من الأولين والآخرين يا رب العالمين في الزيارة الجامعة الكبيرة يقول مولانا الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه هذه الزيارة نحن لما نخاطب أأمة الهدى عليهم السلام ماذا نقول؟ نقول وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من مجموعة نسميهم علماء نسميهم باحثين أين كانت تسميتهم من الأمور التي دعتهم إلى التشكيك في الزيارة الجامعة الكبيرة هذا المقطع وكانوا يستشهدون بهذا المقطع يقولون أن في هذه الزيارة غلو كما هم يقولون وأن هذا المقطع مخالف للآية القرآنية التي جاء فيها ماذا؟ الله تعالى يقول إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم فكيف هنا في الزيارة الإمام يقول وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم فهذا يقولون أن هذا الأمر أو هذا المقطع دليل على أن الزيارة فيها غلو وهي دليل على أنها ليست صادرة عن الأم المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم نقول طبعا بكلام مجمل هذا ينم عن جهل في القرآن الكريم وجهل في تفسير القرآن لأنهم لا يرجعون إلى تفاسير أهل البيت عليهم السلام لذلك وقعوا في هذا الجهل بل بالعكس من يقول أن الله بذاته هو الذي يحاسب الخلق هذا فيه خلل من فيه توحيده الله تعالى هنا لما يقول إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم يعني هذا اللي بيأخذه بالمعنى الظاهر هكذا المعنى الظاهر للآية يعني هل الله تعالى بذاته سيأتي يوم القيامة ويحاسب الخلق إذا أتى وتشخص أمامنا يعني هذا صار الله تعالى متحيز في مكان والعياذ بالله فكيف يكون إلها بل بالعكس هذا النص وهذا المقطع من الإمام علي الهادي وإياب الخلق إليكم يعني يا آل محمد صلوات الله عليهم وحسابهم عليكم هو التوحيد لأن الله تعالى لا يظهر إلى الناس وإلى الخلق بذاته المقدسة ذاته لا نعرفها لا توصف وكثيرا هي خطب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكثيرا هي خطب الإمام الرضا صلوات الله عليه كما في عيون أخبار الرضا عليه السلام أن الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى كنه ذات الله تعالى ولكن الإنسان يصل إلى الله تعالى عن طريق آياته ودلائله وآيات الله ودلائله هم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه هذا النص هذا المقطع نفسه اللي في آيات أخر في القرآن الكريم مر الله تعالى يأتي ويقول أن الموت الله تعالى يتوفى الأنفس ومرة يقول أن ملك الموت هو الذي يتوفى الأنفس يعني هذا اللي يستشكل يقول هنا هذا تناقض في القرآن نقول له لا الله تعالى هو مالك كل شيء صحيح وهذا ما نحن نعتقده ولكن في نفس الوقت الله تعالى يوكل الأمور إلى المدبرين له كما في القرآن الكريم فالمدبرات أمره فهنا ثم إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم عن طريق الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه نرجع إلى تفاسير أهل البيت عليهم السلام من التفاسير الشريفة المباركة تفسير تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة صلوات الله عليهم للسيد شرف الدين الأسر آبادي النجفي رضوان الله عليه في صفحة 762 في تأويل قوله إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم يقول يروي السند عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مولانا الصادق إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتنا فما كان لله سألنا الله أن يهبه لنا فهو لهم وما كان للآدميين سألنا الله أن يعوضهم بدله فهو لهم وما كان لنا فهو لهم ثم قرأ ماذا قرأ الإمام الصادق عليه السلام إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم وفي رواية أخرى عن جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه عن أبيه الباقر عن جده صلوات الله عليهما جمعين إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتنا فما كان لله سألناه أن يهبه لنا فهو لهم وما كان لمخالفيهم فهو لهم وما كان لنا فهو لهم ثم قال هم معنا حيث كنا أي شيعتنا مع محمد وآل محمد حيث كانوا صلوات الله وسلامه عليهم الله تعالى أجر الأمور بأسبابها والسبب الأعظم والسبب الأكبر هم محمد وآل محمد الله تعالى كما في القرآن الكريم ماذا يقول وقل اعملوا فسير الله وعملكم ورسوله والمؤمنون محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم نحن أعمالنا تعرض على الإمام عليه السلام لذلك نحن يوم القيامة نحشر وندعى بماذا بإمام زماننا لذلك الله تعالى لما يقول إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم نعم لله تعالى ولكن ماذا عن طريق أفعاله وآياته ودلائله وهم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم وهذا ليستشكل أنت الحين لو تقول هذا تفسيرها الآية هذه أن الله تعالى يضع ملكا من الملائكة وهو يحاسب الخلق ترى ما رح تشوف أحد يتكلم ولا أحد رح يقول غلو ولكن لأنها وصلت إلى محمد وآل محمد عليهم السلام تأتي التشكيكات وتخرج من هنا وهناك يقولوا لغلو وله السالفة والأمر كله مرض هم يحسدون آل محمد عليهم السلام هم يمغضون آل محمد عليهم السلام ولا هذا تفسر حق أي واحد تفسر هذه الآية تقول له أن الله يوم القيامة ينزل وبذاته والعياذ بالله وهو بشخصه بذاته يحاسب كل شخص على عمله يمكن صاحب الفطرة السليمة يعني رح يشوف هذا أمر ما يدخل حتى العقل شون الله تعالى هو الذي يظهر لنا بذاته الله تعالى يظهر لنا بأفعاله وآياته وهم محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم عليهم هذا هو الاعتقاد الصحيح رواية أخرى يقول جميل ابن دراج قال قلت لأب الحسن عليه السلام أحدثهم بتفسير جابر له جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله عليه قال لا تحدث به السفلة فيذيعوه أي حديث أما تقرأ إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم قلت بلى قال إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين ماذا يفعل الله تعالى ولانا حساب شيعتنا إلى محمد وآل محمد عليهم السلام فما كان بينهم وبين الله حكمنا على الله فيه فأجاز حكومتنا وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم فوهبوه لنا وما كان بيننا وبينهم فنحن أحق من عفى وصفى صلوات الله وسلامه عليهم هذا هو الاعتقاد الصحيح أن تعتقد نحن نحاسب من قبل الله تعالى عن طريق محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم هذا هو تفسير قول الله تعالى إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ ثمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ لذلك نحن نخاطم في زيارة الجامعة الكبيرة ونقول وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم يا أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليكم أختمها برواية يرويها سيد شرف الدين الأسر أبادي نقلا عن الشراء عن الشيخنا أبو جعفر الصدوق رحمة الله عليه يقول ومما ورد في ماذا أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هو قسيم الجنة والنار صلوات الله وسلامه عليه وهذا يعني الرواية هذه متواترة عند الفريقين أن أمير المؤمنين قسيم الجنة والنار لذلك كانت كنية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أبا القاسم أي أبو قاسم الجنة والنار كما جاء في تفسير هذا المعنى أن أبا القاسم معناه أن أبا علي بن أبي طالب حديث الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ يروي الشيخ الصدوق بسنده عن المفضل بن عمر قال قلت للإمام أبي عبد الله عليه السلام الصادق لم صار أمير المؤمنين قسيم الجنة والنار؟ قال الإمام جيبة لأن حبه إيمان وبغضه كفر وإنما خلقت الجنة لأهل الإيمان والنار لأهل الكفر فهو قسيم الجنة والنار لهذه العلة فالجنة لا يدخلها إلا أهل محبته والنار لا يدخلها إلا أهل بغضه شوف سؤال المفضل ماذا يسأل الإمام عليه السلام بعد هذا القول قال المفضل فقلت يا ابن رسول الله فالأنبياء والأوصياء يعني كل الأنبياء وكل الأوصياء فالأنبياء والأوصياء كانوا يحبونه وأعداءهم كانوا يبغضونه يعني كان جميع الأنبياء وجميع الأوصياء يحبون أمير المؤمنين عليه السلام ويبغضون أعداءه يجيبه الإمام قال نعم قلت وكيف ذاك قال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وآله قال يوم خيبر وهذا الحديث متواتر أي حديث لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه ودفع الراية إلى علي ففتح الله على يديه قلت بلى فقال الإمام الصلاة عليه السلام أما علمت أن النبي صلى الله عليه وآله لما أوتي بالطائر المشوي قال اللهم اتني بأحب خلقك إليك يأكل معي وعنى به علي صلى الله عليه وسلم قلت بلى يقول الإمام قال فهل يجوز أن لا يحب أنبياء الله ورسوله وأوصياءهم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فقلت لا قال فهل يجوز أن يكون المؤمنون من أممهم لا يحبون يعني كل الأمم لا يحبون حبيب الله وحبيب رسوله وأنبياءه قال فقد ثبت أن جميع أنبياء الله ورسوله وجميع المؤمنين محبون له وثبت أن أعداءهم والمخالفين لهم كانوا له يعني لأمير المؤمنين ولجميع أهل محبته مبغضين قلت نعم قال الإمام فلا يدخل الجنة إلا من أحبه من الأولين والآخرين ولا يدخل النار إلا من أبغضه من الأولين والآخرين فهو إذن علي بن أبي طالب فهو إذن قسيم الجنة والنار قال المفضل فقلت يا ابن رسول الله فرجت عني فرج الله عنك فصلوات الله وسلامه على من أوكلهم الله تعالى حساب الخلق محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه ونشهد الله ونشهد أنبياءه وأوصياءه وحججه أننا نؤمن ونقر بأن إياب الخلق إلى محمد وآل محمد وحسابهم عليهم وفصل الخطاب عندهم صلوات الله وسلامه عليهم هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد اللهم صلى الله عليه وسلم